اعترضت الدفاعة الجوية لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن صاروخا بلستيا في سماء مدينة المخى أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية غارات جوية مكثفة أمطرتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية في المحيط العاصمة اليمنية صنعاء أسفرت عن تدمير منصة إطلاق صواريخ وثلاثة أطقم قتالية للحوثيين سقط جميع من كانوا على متنها بين قتل وجرح وفي جبهة الساحل الغربي وتحديدا باتجاه مديرية حيس صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما لميليشيات الحوثي حيث سقط أكثر من ستين قتيلا وجريحا من الانقلابيين وذلك بإسناد من طائرات التحالف هذا ويواصل الجيش اليمني تقدمه الميداني بعد معارك ضارية يخوضها ضد الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران في محافظة الحديدة الساحلية حيث اشتدت حدة المعارك بين الطرفين إلا أن قوات الجيش اليمني وبإسناد من طائرات التحالف العربي تمكنت من محاصرة الانقلابيين في المنطقة والسيطرة على مواقعهم وردا على تقدم الجيش الوطني في الحديدة نفذت ميليشي الحوثي الانقلابية حملة اختطافات واسعة طالت عشرات المواطنين من الذين رفضوا المشاركة في المعارك ضد الجيش اليمني والتحالف العربي ما يؤكد أن الميليشيات الحوثية تعيش حالة إرباك وانهيار غير مسبوقين